مع استمرار الصراع المسلح في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برزت إلى الواجهة مجموعة دعم عسكري تقاتل إلى جانب الطرفين الجيش الذي تتركز قوته في منطقة الشمال أمدرمان وجبل الأولياء في الخرطوم إلى جانب منطقة السلاح الإشارة في بحري يتلقى دعم من كتيبة البراء ابن مالك إلى جانب مجموعة متقاعد هيئة العمليات التابعة للجهاز الأمن والمخابرات القديمة كما يحظى الجيش السوداني بدعم مواطنين متطوعين أما بخصوص الحركات الانفصالية التي تدعم الجيش السوداني فتبرز حركة سلام جوبا وحركة العدل والمساواة إلى جانب حركة تحرير السودان وتتركز في ولاية الجزيرة وبعض مناطق دارفور قوات الدعم السريع التي تسيطر على مساحات بأمدرمان ووسط الخرطوم تتلقى دعما عسكريا أثناء المواجهات حيث يقاتل إلى جانبها حلفاء من قبائل عربية وقبائل غير عربية تتركز أوسع في دارفور كما أعلنت قوات قائد درع السودان المعروفة بقوات كيكل ولاءها لقوات الدعم السريع وتقاتل في صفوفها بمناطق سيطرتها أما في جنوب كردفان فتقاتل الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مفردة دون ولاء لطرفي الصراع بقيادة زعيمها عبدالعزيز الحلو